نعم وتدعيات الصاروخ الآن ليست ستبحث يعني من جانب مفهوم الحكومة الإسرائيلية بأنها ستكف عن هجماتها عن لبنان أعتقد بأنها ستزيد من هجماتها وأعتقد بأنها ستقوم بالرد حتى على اليمن بهذا الاتجاه لأن هناك توجه لدى هذه الحكومة للاستمرار في عملية التصعيد نتنياهو يبحث عن تصعيد ليجر المنطقة ككل حرب شاملة بحيث يورط الأمريكي في هذه الحرب لأنه كما يبدو أن لدى نتنياهو أهداف أيضا تتعلق بالانتخابات الأمريكية ويبدو نتنياهو لا يريد مساعدة هاريس ولا إدارة بايدن في الانتصار بالعكس يريد إسقاطهم عبر مساعدة ترامب لأنه عندما يمارس عمليات التصعيد في المنطقة وتدخل المنطقة في حرب شاملة سيزر الأمريكي إلى حرب شاملة في المنطقة وهذا ما لا يريده حتى الآن الأمريكي لذلك رأينا تصريح الرئيس مكرون يعني يطالب لأول مرة يطالب الولايات المتحدة بضغط شامل على إسرائيل لوقف الاعتداءات على لبنان ويبدو أن الأمريكي والإسرائيلي يتناغموا في بعض المسائل لشراء الوقت للإسرائيلي أو لأعطاء الإسرائيلي شرعية دولية في عمليات التي يقوم بها خاصة في الداخل اللبناني والآن بعد عملية إطلاق الصواريخ على تل أبيب وما حدث في كل منطقة جوجدان فإسرائيل سوف تقول بأنها تقوم بالدفاع عن النفس وتأخذ أكثر شرعية لأن المجتمع الغربي لا يزال هو الذي يحمي إسرائيل وهو الذي يدعم إسرائيل ولن يتخلى عن إسرائيل أشكرك شكرا جزيلا لك سيد فراس ياغي البحث في أشياءنا الإسرائيلي كنت معنا من القدس المحتلة